نيارة إلى بغداد بهدف تعزيز الجهود التي بذلت قبل الآن والتي قادها دولة الرئيس وأدت إلى انفراجة حقيقية في العلاقة بين الحكومة الفدرالية وحكومة الأقليم تهبط طائرة الزعيم الكردي مسعود برزاني لأول مرة منذ ستة أعوام في مطار بغداد الدولي في مشهد يثير حماسة الباحثين عن حلول لأزمات البلاد وقلق الراغبين بإثارة الفوضى ويحمل برزاني في جعبته العاشرات من الملفات التي اختار أن يحسمها بنفسه بعد تعثر الاتفاقات السياسية واشتداد الآزمات الإقليمية التي تستدعي تدخلا مباشرا من رئيس الحزب الديمقراطي ويعد مسعود برزاني واحدا من أكثر الشخصيات السياسية تأثيرا على مستوى المنطقة إلى جانب كونه الأكثر امتلاكا للشعبية داخل العراق مع شخصيات أخرى من بينها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعدد غير قليل من رجال الدين والزعامات العشائرية وتظهر اللقاءات التي يعقدها برزاني مع كبار الشخصيات بدءا من رئيس الوزراء ورؤساء القضاء والبرلمان وأحزاب الإطار رغبة في حل الأزمات التي تواجه بغداد وأربيل حديث لا يقتصر على دفع رواتب الإقليم بل يتجاوزه إلى صراحة أكبر ودفع الخطر بعيدا عن إقليم كردستان وتهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة وضبط التوازن الخارجي مع إيران في زيارة الزعيم الكردي إلى بغداد جزء مخصص لرغبة قيادة الإقليم بتحجيم خطر الحرب الإقليمية والتي تأتي في ظل توترات تؤثر على المشهد العام في العراق وتتزامن أيضا مع مخاوف تركية من العماليين وهو أمر يتلخص في اللقاءات التي يعقدها برزاني مع سفيري طهران وأنقرة وبلا شك فإن القضايا الوطنية نفسها تثير قلق الزعيم الكردي برزاني وتتطلب تتخوله في بغداد بشكل حاسم وبالأخص تأخر اختيار رئيس البرمان واختيار محافظ كاركوك إلى جانب مناقشة ملفات الموازنة وتصدير النفط وتحقيق الاستقرار في سنجار